تعالوا نقف شوية إزاي أعلم ابني إن ربنا معاه أعلم ابني إن ربنا معاه بس معية ربنا مش زي معية بابا مش زي معية ماما هو معية ربنا هي معيته اللي بتسري في كل الحياة يعني معية ربنا ما بتوقفش وحتى لو هو ووقف فمعية ربنا محوطة حياته كلها فلازم يحس بدا ولازم يتعلم ده وهو صغير هقول له معية ربنا شايف الهوى اللي انت ماشي فيه شايف النفس اللي انت بتتنفسه وانت مش داريان بيه معية ربنا كده معية ربنا موجودة حتى لو انت مش مدركة فانت في أمان ربنا حتى لو انت مش شايف ربنا ومش شايف أمان ولازم نعلمه إن مولانا سبحانه وتعالى إيه اللي حاصل يدبر الخير ليه ولازم هو يكون اليقين إن هو يعرف إن اليقين هو اللي يخلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قلبه مطمئن في الغار يا رسول الله سيدنا أبو بكر بيقوله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فيطمئنه صلى الله عليه وسلم يطمئن سيدنا أبو بكر يقول إذ يقوله لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يبقى أعلم ابني إن البشر والأمل والسعادة لإن ربنا معنا يعني إيه ربنا معنا؟ معنا اللي ملك كل شيء فأنا مش أخاف من شيء مش أحزن على شيء فلازم أعلم ابني من هو وصغير إن هو ما يخافش إن أنا أسيبه ما يخافش إن هو يبقى لوحده لإن هو لازم أعلمه من هو وصغير إن هو مش لوحده يعني إيه؟ لازم أعلم ابني من بدري إن هو يكفر بالوحدة يعني إيه يكفر بالوحدة؟ هو دايماً مش وحيد هو مع رب العبيد لازم ابني يتعلم من هو وصغير إن هو مش لوحده فلما يقعد لوحده ما يفتكرش ان في حاجة تهجي معليه ولا حاجة عتنال منه وإحنا هنا عندنا تحدي مع أولادنا في رحلتهم من اليقين كتير من الأولاد بيبقى جواهم زعل من ربنا زعل من ربنا ليه؟ لأنه حاسس سكان ربنا معايا خلى ليه أسرتي مفككة أو ليه ربنا أخذ مني أبوي أو أمي ليه بعد كل التعب اللي أنا تعبت وربنا ما خلنيش أحقق اللي نفسي فيه ليه ربنا ما خلنيش زي إصحابي؟ ليه ربنا ما خلاش مستوى الاجتماعي أحسن من كده؟ أنا ليه إصحابي أحسن مني؟ إزاي أبقى متطمن ومتيقم من رحمة ربنا؟ وأنا شايف إخواتي في غزة بيحصل لهم اللي بيحصل لهم ده كتير من الأهل بيتخطوا على خيدة أولادهم لما بيكون عندهم الأسئلة دي وطريقة الأهل عندهم في كتير من الأحيين ممكن تكون منفرة للأولاد يعني يقول لهم إيه؟ ما تقولش الكلام ده إنت إيه ده؟ إنت مش عارف ربنا؟ إنت مش حاسس إن ربنا مش شايف ربنا دانا إيه؟ إنت بتعمل بتقول كده ليه؟ كل الكلام وكل الردود اللي بنفس التون اللي أنا بقوله دي أبدا ما بتدعمش يقين أولادنا بالعكس بتخصم من يقينه وعشان كده درنا إن إحنا ندعم أولادنا في رحلتهم لليقين في سرهم إلى الله فكل واحد فينا له رحلة في السير إلى الله سبحانه وتعالى رحلة منفصلة ابنك عيرحل رحلة خاصة بيه إنت منفعش ترحل إلى ربنا وتحاول تخلي اليقين اللي عندك هو عندي ابنك بإنك إنت تقوله إيه؟ تقوله تصور الحياة زي ما أنا متصور لكن الطريقة الأسهل إن إنت ممكن تغرس في أولادك اليقين وإن إحنا كأهل نكون أقرب للاتزان لما نمر مواقف صعبة مهما كنا حاسين بقلق بحكم بشريتنا لكن قلوبنا فيها برض سكن وسكينة إن ربنا هيقدر لنا الخير وإن اللي عند ربنا كل الخير لإن يمين الله ملأ سحاء الليلة والنهار فلما ابني يشوفني وأنا ببساطة خالص مش محتاج أتكلم كتير أنا محتاج إن أنا إيه؟ أقول الحمد لله وأقول الحمد لله وأمشي أكمل عملي فابني يقول لي إيه ده؟ هو إحنا مش مهددين ماليا إن أنت بنازل الشغل بكل الحماز ده ليه؟ أقول له يا ابني ربنا هو مالك كل شيء الحياة دي بإيد ربنا ومين قال إن إيه؟ إن اللي حصل ده نهاية العالم ومين قال إن أنا عارف اللي عند ربنا إيه؟ ما اللي عند ربنا ده تهيكون كل الخير ابني لما يسمع ده إيه اللي هيشعر في قلبه؟ هيحس إنه هو عيكمل يبقى أول حاجة لازم نعملها إن إحنا نتعلم إن إحنا ما نقفش يعني إيه ما نقفش؟ يعني إحنا نعلم نفسنا إن إحنا نكون عندنا سكينة أولادنا أفضل طريقة لتعلمهم هو أحوالنا هو طريقة عيشنا ولذلك فعل رجل في ألف رجل خيره من كلام ألف رجل في رجل إن إنت تعمل سلوك أفضل مليون مرة في التربية من إنك إنت تتكلم مع أولادك